نتابع وإياكم التوقعات حول النمو معدلات النمو الاقتصاد العالمي بحسب منظمة التعاون والاقتصاد والتنمية التي حملت نبرة سلبية إزاء الاقتصاد العالمي بسبب ضعف التجارة العالمية وتتجه إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي المرة الثالثة خلال هذا العام نتابع وإياكم المقارنة وخاصة نظرنا إلى المعدلات التي تحوم حول مستوية الثلاثة في المئة ولكن بالمقارنة بأداءها في عام 2015 نجد أن الأداء أو النمو الاقتصادي سيصل بحسب التوقعات الـ 2.9% بعد أن كان 3.1% التوقعات في الـ 2016-2.9% ولكنها ستتحوم حول 3% في عام 2017 أرجعت منظمة توقعاتها السلبية إلى عدة عوامل ولكن في البداية دعونا نلقي نظرة على حجم النمو العالمي من عام 2011 وحتى 2017 وهي نظرة التوقعات لنجد أنها كانت بحسب الريشيو بحدود الأربعة لتواصل لدينا تراجعاتها كانت في أداء نوعا ما أفضل في 2014 حدث لدينا الانزلاقة في 2015 و2016 هي الأسوأ بحسب التوقعات سنشهد ضاعف في التحول إلى الارتفاع في عام 2017 نمر على أهم أربع اقتصادات عالمية ونظرة النمو وكيف ستتحول لنقارن أيها سيكون الأسوأ بالنسبة لمعدلات النمو أو أيها سينتقل إلى مرحلة أسوأ في العام القادم بالنسبة لـ 2015 الولايات المتحدة الأمريكية بلغت معدلات النمو 2.6% توقعات في 2016 أن تصل إلى 1.4% وأن تعود إلى الارتفاع إلى 2.1% في 2017 بالنسبة لمنطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي تحديدا 1.9% في 2015 توقعات أن تلقي عملية بعض من طباط النمو خاصة التجارة العالمية زخمها بالتراجع وبالتالي ستصل معدلات أنهم إلى 1.5% وستتراجع أكثر في 2017 على الرغم من البريكزيت أو خروج بريطان من الاتحاد الأوروبي لكن التقديرات تشير هذه المرة إلى أن النمو سيبقى على ذات المعدل وهناك نظرة حيال تحديداً الاقتصاد البريطاني أنه سيسعى إلى إحداث بعض من النقلة والتدخل خاصة من قبل صناع السياسة النقدية في بريطانيا ربما سيسهم في إبقاء معدلات النمو على حالها تقريباً 1.8% لكنها ستظهر لدينا في 2017 عندما يبدأ تفعيل خروج بريطان الاتحاد الأوروبي سيتراجع النمو إلى 1% بحسب التقديرات بالنسبة للصين يصل معدل النمو إلى 6.9% في 2015 التوقعات تذهب إلى تراجع إلى 6.5% خلال هذا العام وأن يستمر في التراجع حتى عام 2017 إلى 6.2% الأسباب التي أدت إلى هذه النظرة السلبية مع تحذير طبعاً من تضرر النظرة المستقبلة الإقصاد العالمي أذكر من جديد أن معدل التجارة العالمي يتجه إلى المزيد من التباطئ وخاصة إذا ما قارننا بالمعدل من عام 1975 كيف كان يتجل لدينا التراجعات كان عند أفضل الأحوال في عام 2000 تقريباً أو بين الفترة الواقعة بين 1995 إلى 2000 عاد يسجل لدينا تراجع وربما كان الأبطأ لدينا حتى مقتبل العام الحالي إذا ما نظرنا إلى الأسباب والمعدلات الفائدة المخفضة ماذا ستؤدي لأنه كانت سياسات البنوك المركزية الأخيرة تتجه إلى هذه السياسة من أجل تحسين معدلات النمو التي يبدو أنها لن تنفع السياسات النقدية باتت مثقلة بالأعباء وخاصة أن كلما بدأت بسياسة نقدية معينة تجدها لا تفي بالمتطلبات النمو تذهب إلى زيادة ورفع هذه السياسة النقدية وتدخل أكثر في الأسواق وأصبحت البنوك المركزية العالمية تخرج عن نطاق عملها الأساسي وهو وضع السياسات النقدية التي تتدخل أكثر في السوق أيضاً هذا خلق لدينا تشوهات في الأسواق المالية وارتفعت لدينا المخاطر بعض من العيوب التي أيضاً شابت هذا النموذج من قبل السياسات النقدية كان توسع كبير لميزينات البنوك المركزية مقابل ناتج المحلي الإجمال لوحد الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة قرابة 3% التي ترتفع إلى 5.5% بالنسبة لمنطقة اليورو اليابان كانت الأعلى نسبياً بحدود قرابة 9% إذا ما نظرنا إلى نمو حجم السندات المتداولة بالعائد السالب كان أولها طبعاً هي سويسرا عندما أعلنت أنها ستفرض 100% عائد سالب على السندات تلتها ألمانيا تقريباً بنسبة تقارب 95% اليابان هولندا فرنسا السويد إسبانيا وإيطاليا هذه الدول بالنسب المتفاوتة لدينا التي اعتمدت العائد السالب لدينا في محاول لتحفيز الاقتصاد ولكن ما هي توصيات المنظمة في البداية هي توصي بالتقليل من الاعتماد على السياسة النقدية وترك الأمور ربما لتصرفاتها ولكن انتقلنا من هذه المرحلة لما يسمى بالفيزيكال يعني يبدو أنه كان هناك محاولات أيضاً لضخ المزيد من الأموال في السوق لكنها كانت إصلاحات هيكلية ومالية تتطلب المزيد من إصدار أدوات جديدة أو تولز جديدة سياسات تدعم التجارة وهي المتسبب الرئيس كما لاحظنا قبل قليل في معدل نمو التجار العالمي هي التي ستحفز معدلات النمو للارتفاع ورفع الحواجز التجارية التي كانت قد تسببت في وقت سابق بتراجع معدلات النمو في التجارة العالمية كانت هذه نظرة المنظمة حيال معدلات النمو الاقتصاد العالمي وتوقعاتها حتى عام 2017 ترجمة نانسي قنقر